بسم الله الرحمن الرحيم في دول كترة بدأت تتبنى البيم فلازم يكون عندنا ادوات لقياس تبنى البيم ده هل هو سليم ولا هوصل لاني مرحلة في الدولة او في قطاع الصناعة او في قطاع الامارة فاحنا هنبدأ نشوف دلوقتي نموذج اللي هو تطبيق السياسة ده بيحدده ثلاثة انشطة التطبيق اللي هي التواصل والمشاركة والرصد وهيبدأ يتداخل مع السلاسية منهجات تنفيذ سلبي ونشط وحاسي عشان التالت دول لما يتعرضوا مع الثلاثة دول او يتقطعوا معاهم يتولد لنا تسع انشطة السياسة فاحنا بنبدأ نعلم على الواضع الحالي فبيطلع لنا شكل يقول لنا احنا موجودين فين او ملخص لتطبيق البيم في الدولة بشكله ازاي فمن خلال كده نبدأ نعرف ونقارم بين تطبيق البيم من دولة لدولة عندنا الانشطة الثلاثة فيها استمرار وفيها موجودة في سوق في دفع متعمد من الاعلى الاسفل لنشر ادوات وسير عمل البيم وفي دفع برضو من اسفل الاعلى بس يكون هادي شوية من اعلى الاسفل ده الحكومة وجامعة الصناعة والناس المهتمية بالبيم وليها سلطة اللي بتجتهد انها تتنمي الظوابط لذلك كل المنشاطة الثلاثة اللي هي التواصل ومشاركة المراقبة ممكن نتناولها في ثلاث مستوىات زي ما قلنا من ثلاث مستوىات من هازم ونقدر نقول بقى نبدأ نشوف التواصل مثلا اللي هو الايه مع السلبي اللي هو واحد ده هيبقى عبارة عن ناشر وعي يعني لعب السياسة بيعرف الجهات المعنية بهمية وفوايد وتهديات نظام البيم والعملية من خلال التصالات الرسمية وغير الرسمية طيب التواصل اللي هو الايه مع الناشط اللي هو اتنين اللي هو ده هيبقى التسكيف اللي لعب السياسة بيعمل ادلة اعلامية لتوعيد اصحاب المصلحة من مخرجات معينة مطلبات وسير العمل في النظام اللي هو العملية طيب التواصل اللي هو الايه بيتعرض مع الحازم يبدأ عبارة عن فيه علاج حازم آآ لاعب السياسة آآ اللي هو النظام العملية بيعطى التفاصيل الدقيقة التي يتعين اعتمادها من قبل اللي جهات المعنية هو بيحدد شروط معينة طيب المشاركة اللي هي البي مع الايه مع الواحد اللي هو السلبي بيبقى عبارة عن تشجيع اللعب السياسة بينوزم حلقات عمل وفعاليات التواصل تشجيع اصحاب المصلحة على اعتماد النظام او العملية المشاركة اللي هي بي مع الناشط ده عبارة عن تحفيز يعني اللعب السياسة بيعطي مكافئات وحوافز مالية ومعاملة تفضلية لاصحاب المصلحة في اعتماد النظام او العملية المشاركة مع الحازم اللي هي البي سري ده عبارة عن فرد اللعب السياسة بيمكن يستبعد او بيجرم الناس اا لو فيه مشاكل طيب المراقبة مع السلبي اللي هو سي اا واحد ده عبارة عن ملاحظة اللعب السياسة بيلاحظ اعتماد المصلحة في النظام او العملية المراقبة مع الناشط ده عبارة عن تتبع اللعب السياسة بيستطلع ويرائب ويتتبع اا اعتماد النظام او العملية من كبل الجهات المعنية المراقبة ليسي مع الحازم اللي هو ثلاثة يعني ليسي اا ثلاثة اا عبارة عن تحكم لعب السياسة بيحدد المحافزات المالية وبوابات اللمثال والمعايير اللي زهمية للنظام والعملية المفرصة طبعا ممكن نفصل يعني ممكن يكون في اا بدء ما هي خانة الخانة دي يكون جواه كذا حيكي يعني على سبيل المثال اا بيتو اللي هي كانت اا التحفيز ممكن يبقى كذا نوع في اا بيتو ايه مثلا هنخلي النظام الضريبة اقصر ملاقمة لتباني البيم او بيتو بوينتو وضع السياسات مشترات البيم او بيتو بوينت سري تقديم صندوق ابتكار بيعتمد على البيم بعد كما نبدأ نكون الاشكال زي ما ظهر قدامك على الشاشة فمنجرد اا بتعود مجرد النظر واحدة تعرف البيم وصل لفين وتقدر تقارن بين الدولة دي والدولة دي في بريطانيا مثلا وصل للمرحلة كذا في كندا وصل للمرحلة كذا الاول ما تشوف الصورة تعرف اا وضع البيم في الدولة دي مبارا يعني الاشم بالي ده بيسهل نحن نفهم اماط اجراءات السياسة ونقارنها بالانتشار الاجراءات المتاخذة من كبه لصنع السياسة في الاسواق المختلفة اشتركوا في القناة